بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم إن شاء الله تمرين نهاية الأسبوع مادة أرياضيات اللغة العربية التربية العلمية فيما يخص مادة أرياضيات لدينا تقويم في مادة أرياضيات النموذج الثاني قدمت لكم في الأسبوع الماضي نعم النموذج الأول في هذه الحصة إن شاء الله النموذج الثاني إذن دروس الأسبوع في مادة أرياضيات الدرس الأول علاقات حسابية بين الأعداد رقم واحد الدرس الثاني منتصف قطعة مستقيم نبدأ بتمرين الأول لدينا أرسم قطعة مستقيم A-B طولها 4 سنتيمتر عيني النقطة M منتصف قطعة المستقيم A-B أولا نقوم برسم القطعة نحضر ورقة إذن لدينا طولها كم؟ 4 سنتيمتر إذن مستر أو مقلم أو كوس شرط أن تكون مدرجة بسنتيمتر لدينا سفر واحد إثناء ثلاثة أربعة إذن أضع المستر هكذا نبدأ من سفر نبدأ من سفر إلى أربعة السفر لدينا هنا نضغط على المستر جيدا أرسم هكذا كما قلنا سابقا القطعة تكون محدودة من الطرفين أضع هكذا خط صغير وهنا يعني تكون عندها قطعة مستقيم تكون عندها بداية وتكون عندها نهاية لدينا A-B هذه كأول خطوة ثانيا قال لنا عيني النقطة M منتصف قطعة المستقيم A-B هنا طول القطعة ما هو أربعة سنتيمتر نصف أربعة ما هو إذا قال لنا عين المنتصف هنا نبحث عن نصف الطول هنا نصف أربعة ما هو أربعة أقسمه على إثنان لدينا إثنان 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 إذن مستر أيضا نضع سفر هنا أو أضع سفر هنا لا يهم إذا من سفر نضع سفر سفر واحد إثنان عند إثنان هنا أقوم برسم نقطة إذن هنا لدينا M وهي المنتصف ما معنى هذا الكلام؟ يعني لدينا هذا الطول يساوي هذا الطول هذا الطول يساوي هذا الطول إذن هذا فيما يخص التمرين لدينا التمرين الثاني إربط بسهم إذن لدينا بطاقات في الطرف الأول ولدينا في الطرف الثاني أيضا خمسون في إثنان ولدينا ثلاثمائة وستة عشر في إثنان ضعف ثلاثمائة وثمانية وعشرون لدينا في الطرف الثاني ثلاثمائة وستة عشر زائد ثلاثمائة وستة عشر ثلاثمائة وثمانية وعشرون في إثنان ولدينا مئة إذن خمسون في إثنان ماذا أقول؟ هي خمسون زائد خمسون ويساوي ماذا؟ ويساوي مئة 316 في 2 هل هي 316 زائد 316 أو 328 في 2 وهي 316 زائد 316 لدينا ضعف 328 وهو ضعف أو هو 328 في 2 كما تعلمنا في الدرس عندما أبحث عن ضعف مثلاً عدد أضربه في 2 إذن ضعف 328 أقول 328 في 2 ونقوم بكتابة النتيجة لدينا التمرين الثالث أكمل ماي لنصف 246 هو هو ماذا أضع عدد مناسب نصف 840 هو 25 هو ربع 43 هو ربع ما هو هذا العدد؟ نبدأ أولاً بالعدد الأول لدينا 246 أولاً التلميذ يقوم بحفظ الأرقام الزوجية 02468 إذا وجدنا عدد في هذه الأرقام مباشرةً الطريقة التي أستعملها نصف 6 نصف رقم الوحدات ما هو وهو 3 نصف 4 وهو 2 نصف 2 وهو 1 طبعاً إن شاء الله في الأيام القليلة قبل الإختبار إن شاء الله رح نمدلكم طريقة كيفاش تلميذ يجد نصف عدد إذا كان هنا مثلاً الأرقام هنا رقم العشرات فردي أو رقم المئات فردي مثلاً ثلاثة أو أربعة إذا النصف هنا مئة وثلاثة وعشرون لدينا ثمانمائة وأربعة توجد مجموعة من الطرق لإيجاد النصف من بين هذه الطرق وهي تفكيك العدد أو تمثيل العدد بالصفائح والوحدات والأعمدة والقطاع إذا هنا الأرقام كلها زوجية سفر زوجي أربعة زوجي ثمانية زوجي مباشرة نصف سفر وهو سفر نصف أربعة وهو اثنان نصف ثمانية وهو أربعة يقدر التلميذ يستعمل الأصابع نصف أربعة قسمه على اثنان اثنان إذن هنا لدينا أربعمائة وعشرون لدينا خمسة وعشرون هو ربع ماذا؟ عندما أجد هكذا كيف سأجد العدد هنا؟ كيف سأجد العدد؟ لاحظوا معي لدينا عدد لدينا خمسة وعشرون زائد خمسة وعشرون زائد خمسة وعشرون زائد خمسة وعشرون أربع مرات هنا لدينا هو ربع أربع مرات يساوي ماذا؟ 25 زائد 25 زائد 25 هنا يستطيع التلميذ أن يضع العملية عموديا ويحسب أو مباشرة هذه الحفظ 25 هو ربع 100 إذن 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 ويساوي ماذا ويساوي 20 لدينا 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 ويساوي 10 إذن 25 هو ربع 100 لدينا 43 هو ربع ماذا 43 هو ربع مباشرة أكتب هكذا 43 زائد 43 زائد 43 كم من مرة أقوم بكتابتها نعم 4 مرة 1 2 3 4 نقوم بالجمع 3 زائد 3 6 6 زائد 3 كم يساوي 9 9 زائد 3 ويساوي 12 9 10 11 12 نكتب 2 نحتفظ بالواحد لدينا 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 ويساوي 16 أضيف لها 1 ويساوي 17 إذن هنا 43 هو ربع مئة واثنان وسبع إذن هذا فيما يخص التمرين الثاني لدينا الوضعية الإدماجية يملك أحمد 452 دينار ويملك خالد نصف المبلغ الذي يملكه أحمد ويملك بلال ضعف المبلغ الذي يملكه أحمد أولا ما هو المبلغ الذي يملكه خالد ما هو المبلغ الذي يملكه بلال نقوم أولاً بتمثيل الوضعية هنا خطوة بخطوة لداعي للقلق إذن هنا لدينا من؟ لدينا أحمد لدينا خالد ولدينا من؟ لدينا بلال أحمد يملككم أربعمائة واثنان وخمسة خالد يملككم قال ويملك خالد نصف المبلغ الذي يملك أحمد يعني أقول هنا نصف العدد أربعمائة واثنان وخمسون هذا الذي يملكه أحمد خالد ويملك بلال ضعف المبلغ الذي يملكه أحمد ضعف المبلغ الذي يملكه أحمد أحمد يملككم أربعمائة واثنان وخمسون يعني هكذا نكتب ضعفة أربعمائة واثنان وخمسون قال لنا ما هو المبلغ الذي يملكه خالد أين هو خالد؟ خالد هنا يملك نصف هذا المبلغ إذن ماذا سنفعل؟ نبحث عن نصف العدد أربعمائة واثنان وخمسون كأول خطوة ماذا سنفعل؟ نقوم بتفكيك العدد أربعمائة واثنان وخمسون يساوي ماذا؟ يساوي أربعمائة زائد خمسون زائد اثنان ثم ماذا سنفعل؟ نبحث عن نصف أربعمائة ونصف خمسون ونصف اثنان ونقوم بالجمع كما قلت لكم واش لازم التلميذ يحفظ؟ يحفظ نصف مائة ونصف خمسون نصف مائة ونصف خمسون نعم نصف مائة ما هو؟ وهو خمسون نصف خمسون وهو خمسة وعشرون هذه خبرتكم بها في الدرس لازم يحفظها التلميذ لدينا أربعمائة يعني لدينا مائة 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 نصف أربعمائة كم؟ هنا اثنان وهنا اثنان يعني مائة مائة أقل مائتان نصف خمسون وهي وهو خمسة وعشرون ونصف اثنان وهو واحد نقوم الآن بالجمع مائتان زائد خمسة وعشرون زائد واحد التلميذ يستعمل أي طريقة لا بأس في ذلك إذن إما يستعمل طريقة عموديا أو يقوم مباشرة هنا لدينا المئات هنا هل لدينا مئات؟ لا لا نكتب هكذا اثنان العشرات هنا لدينا لا الوحدات هنا لدينا سفر هنا لدينا خمسة وهنا لدينا واحد سفر زائد خمسة زائد واحد ويساوي ستة إذن نصف أربعمائة واثنان وخمسون وهو مائتان وستة وعشرون إذن أقول هنا المبلغ الذي يملكه خالق نمر إلى المبلغ الذي يملكه بلال البلال يملككم؟ ضعفه أربعمائة واثنان وخمسون لإيجاد الضعف كما قلنا هنا بالنسبة لخالد أو بلال أفول ظعف أربعمائة واثنان وخمسون ما هو؟ إما أن أضربه في اتنان أو ماذا أفعل؟ أقوم بالجمحة أبدأ أربعمائة واثنان وخمسون زائد 450 واثنان وخمسون إثنان زائد إثنان أربعة خمسة زائد خمسة يساوي كم؟ خمسة يساوي عشرة أكتب سفر نحتفظ بالواحد ثم أربعة زائد أربعة ثمانية أضيف لها واحد ويساوي تسعة إذن ماذا سنكتب الآن؟ نكتب المبلغ الذي يملكه خالد أو بلال عفوا وهو 904 دينار إذن هذا فيما يخص مادة الرياضيات نمر إلى مادة اللغة العربية لدينا ضع سطرا تحت جمع المذكر السالم هنا لدينا وصل المسافرون زرع الفلاحون الحقل كما قلت جمع المذكر السالم يكون فقط في الأسماء وليس الأفعال لدينا وصل وصل فعل المسافرون اسم أنفعل أولا أل لدينا ألف ولام هنا لدينا وا ونون هذه من علامات الإسم لدينا يبدأ بألف ولام جمع مذكر السالم ينتهي بوا ونون أقول المسافرون يعني مجموعة أم واحد فقط مجموعة إذن أقول أضح هنا السطر لدينا زرع الفلاحون الحقل زرع فعل الفلاحون تبدأ بألف ولام تنتهي بوا ونون الفلاحون هنا مجموعة نعم إذن أضع سطر تحت هذه الكلمة لدينا ثانيا ضع سطرا تحت جمع المؤنث السالم سافرت المعلمات السادقون مخلصون إذن سافرت هنا لدينا فعل المعلمات تبدأ بألف ولام كما قلنا جمع المؤنث السالم ينتهي بألف وتاء مفتوحة لدينا المعلمات أقول المعلمات إذن هنا لدينا جمع لدينا هنا السادقون مخلصون هنا تنتهي بوا ونون هل هي جمع؟ لا مباشرة كما قلنا الجمع ينتهي بألف وتاء مفتوحة هنا و ونون وهنا و ونون هل أضع سطر؟ لا لدينا ثالثا نحول إلى الجمع هنا لدينا مجموعة من الكلمات مطلوب مني التحويل إلى الجمع هنا لم يقل جمع مذاكر سالم أو جمع مؤنث سالم نتعرف أولا على الكلمات لدينا نحلة محسنة لدينا المسلمون نحلة مفرد هنا نعم مؤنث أم مذكر تنتهي بتاء مربوطة نعم نتأكد أكثر أقول هذه نحلة جيد إذن هنا أقوم بتحويلها إلى جمع المؤنث السالم نعم أقوم بتحويلها إلى جمع المؤنث السالم بما أن التلميذ في السنة الثالثة درس فقط جمع مؤنث سالم جمع مذكر سالم إذن هنا نحلة أقول نحلة أحدف التاء مربوطة أضيف ألف وتاء لدينا محسنة هذه محسنة لدينا اسم مفرد مؤنث التحويل هنا أقول محسنات لدينا المسلم هنا المسلم هنا مذكر عن مؤنة مذكر إذن أقوم بتحويله إلى جمع المذكر السالم لكن هل أضيف وونون أم ياء ونون لدينا ضمة إذن مباشرة أضيف وونون أقول المسلمون لدينا فيما يخص مادة التربية العلمية لدينا التمرين الأول التمرين الثاني حول درس أنماط التنقل عند الحيوان إذن تعرفنا على أنماط التنقل لدينا السباحة لدينا الجري لدينا المشي لدينا الطيران لدينا القفز إذن هنا ماذا سأقول املأ الجدول بما يناسب الحيوان نمط تنقله لدينا السمكة التمساح الدجاجة الخروف العصفور نمط تنقله السمكة هنا هل تطير لا تسبح إذن أقول السباحة التمساح هنا أقول ماذا السباحة والزحف أيضا الدجاجة الدجاجة تطير لا تمشي فقط أقول تمشي لدينا الخروف يمشي أو أقول المشي عفوا الدجاجة أقول المشي لدينا العصفور المشي والطيران إذن أنماط التنقل لازم يتعرف عليها التلميذ ويحفظها بعض الحيوانات يحفظ مليح أنماط التنقل هل طيران سباحة ماشي قفز المدلة مجموعة من الحيوانات سأضعوها لكم إن شاء الله كنامة كتماريا في اختبارات الفصل الأول هكذا يتعرف مليح التلميذ على أنماط التنقل لدينا ثانيا أكمل بما يناسب لدينا زعانف لدينا جناحين كبيرين لدينا جسما مغزليا تطير الحمامة لأن لها لأن لها ماذا من الذي يساعدها على الطيران أقول لأن لها جناحين كبيرين تسبح الأسماك لأن لها ماذا؟ لأن لها جسما مغزليا وزعانف هذا ما يساعدها على السباحة إذن هذه كانت تمرين نهاية الأسبوع بمادة أرياضيات اللغة العربية التربية العلمية سأضع لكم مجموعة من النماذج إن شاء الله مجموعة من التقويمات اختبارات ملخصات للدروس ما عليكم إلا بوضع لايك للفيديو مشاركة القناة تعليق فقط إذن هذا فيما يخص تمرين نهاية الأسبوع إلى هنا أنتهي دمتم سالمين وفي لعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته